بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نقتبس من كتاب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للإمام المحدث المفسر الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه ونتابع في أرجحية عقله الشريف صلى الله عليه وسلم على سائر العقول يقول المصنف رحمه الله ثانيا إن من تأمل في أساليب حجته على عبدة الأوثان ومن نظر في أدلته على اليهود والنصارى وإلزامهم الحجة وإفحامهم وإلقامهم حجر الخذلان تراءت له إشعاعات من عقليته الكبرى صلى الله عليه وسلم وأيقن أن عقله صلى الله عليه وسلم أكمل العقول وأعلاها وأوسعها وأفضلها فهذا حسين والد عمران الذي يعبد سبعة أصنام في الأرض ويرى أنها آلهة وكان معظما في قريش فجاءوا إليه وقالوا له كلم لنا هذا الرجل أي محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه يذكر آلهتنا ويسبهم وجاءوا معه حتى جلسوا قريبا من باب النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم أوسعوا للشيخ أي كبير السن وهو حسين فقال حسين ما هذا الذي بلغنا عنك أنك تشتم آلهتنا وتذكرهم فقال صلى الله عليه وسلم يا حسين كم تعبد من إله قال سبعا في الأرض وواحدا في السماء فقال صلى الله عليه وسلم فإذا مسك الضر من تدعو فقال حسين أدعو الذي في السماء فقال صلى الله عليه وسلم فإذا هلك المال من تدعو فقال حسين أدعو الذي في السماء فقال صلى الله عليه وسلم فيستجيب لك وحده وتشركهم معه أراضيته في الشكر أم تخاف أن يغلب عليك فقال حسين لا واحدة من هاتين فقال صلى الله عليه وسلم يا حسين أسلم تسلم فقال إن لي قوما وعشيرة فماذا أقول فقال قل اللهم أستهديك لأرشد أمري وزدني علما ينفعني فقالها حسين فلم يقم حتى أسلم فقام إليه عمران بنه فقبل رأسه ويديه ورجليه فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال بكيت من صنيع عمران دخل حسين أبوه وهو كافر فلم يقم إليه عمران ولم يلتفت ناحيته فلما أسلم قضى حقه فدخلني من ذلك الرقة فلما أراد حسين أن يخرج قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فشيعوه إلى منزله أي إكراما له فلما خرج من سدة الباب رأته قريش وقد أسلم فقالوا صبأ وتفرقوا عنه وانظر في أسلوب حجته صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي جاء يطب منه أن يرخص له بالزنا كما ورد في المسند أنه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يستأذنه في الزنا فقال له صلى الله عليه وسلم أترضى أن يزني الناس بأمك فقال لا فقال صلى الله عليه وسلم وكذلك الناس يكرهون أترضى أن يزني الناس بأختك فقال لا قال صلى الله عليه وسلم فكذلك الناس يكرهون ثم قال صلى الله عليه وسلم أترضى أن يزني الناس بابنتك فقال لا قال صلى الله عليه وسلم فكذلك الناس يكرهون فقال يا رسول الله أشهدك أنني تبت من الزنا فانظر في لطافة هذا الأسلوب في الحجة ودقتها وقوة تأثيرها في النفوس والحمد لله رب العالمين